أنا عافية أنت عايز تبدأ بالدفاع التراجي بس تعاني نكمل هجوم التراجي بحيث أننا نخلص هجوم التراجي بعد أن نتكلم على دفاعه والصغرات اللي فيه ونقاط القوى اللي فيه أيضاً هجوم التراجي شايفوا إزاي؟ فرقة منظمة جداً يمكن جيم يمكن استعرض كل حاجة هما بيعملها في الخط الأمامي لكن فرقة عندها أنواع من أنواع التنظيم أهم نقطة فيها هي عملية السويتش دايماً اللي بيقوم بيها رودريجز مع يانساس عملية الخروج برى منطقة الجزاء وأنه دايماً بيحاول تفكيره الأساسي أنه كاردوز وأنه يفضل المساحة للعيبة اللي بتيجي من تحت سواء يانساس أو حسام الدين طيقة أو أنه هو يكمل غش يخش داخل منطقة الجزاء ويخش في الأونك من ناحية الشمال ويفضله المساح دايماً هتلاقي التفكير كله هتلاقي رودريجز نازل بيستلم دي ممكن الهدف اللي دخل في سانداونز في مبورات الزهاب خرج برى منطقة استلم هو هو بيستلم ومدي ظهره بس للمنافس للمرمى بتاع سانداونز هو عارف هيمرر الكرة فيهن وعارف أن يانساس يخش في الأونك مكانه ويكمل في المساحة لعبها من غير ما يشوف حتى وخدها يانساس وانفرض بالمرمى وحطها في الجون دي ممكن الأفكار اللي بيلجأ لها كاردوز وانه دايماً بيفضل المساحة في منطقة الجزاء المنافس ودايماً بيدور على اللعيبة اللي بتيجي من تحت ودايماً بيدور إنه رودريجز مش هو اللعيب اللي يكون موجود في التالت الأخير هو بيخرج يفضل لتنين مساكين ونقطة تكلم عنها من شوية جيمي ممكن يعني بحيي عليها حتة اللي انت ما تخليش المدافع اللي بيشتجل مع رودريجز نهو يتحرك معاه ويطلع براماتات الجزاء لانت بالشكل ده انت بتسهل المهمة بتاعت الترجي واكتر نقطة هو بيتميز فيها إنه بيفضل المساحة دايماً للعيبة اللي بتيجي مع الأطراف الملعب أو اللعيبة اللي بيتكمل من منطقة وسط الملعب فانت لازم اللعيبة تسلم بعض الكورة يعني تسلم بعض اللعيبة انت سواء مران عطي المجود قدام منطقة الجزاء أو أكرم توفيق إنه دايماً عملية الترحيل في التسليم اللي انت لعيب خرج برا المنطقة لما يفضلوش المساحة يمكن أكتر لعيب في النادي الأهلي عنده لعيب ده وشفناه في المشروط الأخيرة حتى على مستوى المحلي هو رامي ربيع رامي ربيع بيسرح دايماً مع المهاجم ويبدل المهاجم لو خرج ودخل نص ملعبه رامي ربيع بيتكمل معاه وده طبعاً مشكلة كبيرة هيعني منها النادي الأهلي لو رامي ربيع استمر في عملية الضغط ومرقبته للمدافع بالشكل ده لازم يكون فيه نوع من أنواع الاتزان اللي أنا أفضل محافظ على الشكل الدفاعي لنادي الأهلي دايماً عيني على الأربعة احنا وقفين على خط واحد احنا الأربعة جنب بعض عملية الكمباكت اللي موجودة ما بين الخطوط كلها لازم تبقى موجودة طوال تسعين ديئة ما يفعش نوع من أنواع السلحاني ولا يجاب كبير جداً ما بين الاتنين الدفندرات إن الأهلي دايماً والكرة مش معاه هتلاقى أكرم جنب مران عطية في وسط الملعب عاملين الحتة قدام مطيطة جزاء أفلينها بشكل جيد هو اللي بيحصل في السورة دي خلق دي يمكن لكرة العرضية ممكن هم استعرضوها دي يمكن لكرة العرضية دايماً عندهم يعني يتكلمين من شوية عادتكلم عن كرة العرضية كبير آه يمكن لو نرجع بس للعبة لكرة العرضية كلها عندهم تميوس كبير جداً يا كريم في منطقة كرة العرضية بالظبط بيتحركوا في كل اللي تجاهد داخل منطقة الجزاء إنت أو مرة بتلاقي كرة بتتلعب عمق منطقة الجزاء ليسيم مرياح أو محمد أمين توجاي إنهم دايماً بيجيد وعملية الزيادة العددية دي يمكن هدف كان في مرمى الصفاكس التونسي هتلاقي كرة تانية بعدها بتتلعب على البعيدة عندهم تنوع كبير جداً في تنفيذ الكرات السابتة ممكن دي هتعمل مشكلة النادي الأهلي بنشوف نادي أهلي زي ما هو متميز فيه كرات السابتة الهجومية بيبقى النادي أهلي عنده مشاكل فيه دي أنا بس عايزي أوقف هنا نقطة كلمة أتكلم معاك فيها نادي التراجي بيلعب مع الصفاكس التونسي في ملعب رادس على ملعبه هو بيستغل كل كرة سابتة انه يحط المنافس في الوضعية دي لو اتضربة السابتة لنادي التراجي من منتصف ملعب يلعبها بالشكل ده فدي نقطة لازم نادي أهلي تخلي باله منها هو مش فرقة بتلعب كرة على الأرض وانها بتجمع اللعب وعايزة تلعب يعني الأهلي لو مع الفاول ده مستحيل يتلعب بالشكل ده مستحيل النادي الأهلي يبدأ انه يشتغل بس ومعلي كي يبدأ يبني الهجمة ويشتغل بالشكل العادي لكن فرقة التراجي كل الفاولات اللي بياخدها في وسط ملعبه في وسط ملعب المنافس حتى لو على دائرة المنتصف بلعبها بالشكل ده عشان يحط المنافس في الوضعية دي ودايما يبقى فيه زيادة عددية الفريق جوا منطقة الجزاء بحيث بيحصل لغبطة العيب ياخده كرة ينفرد بالمرمى يجيب جون من الشكل ده لو ماشينا اللعبة اللي بعدها هتلاقي الشكل ده برضو موجود فأكتر من اللعبة نفس الكلام يا كريم بعد المسافة الكبير جدا ما بين منطقة الجزاء دائما بيستغل الشكل ده حتى هو كذبان أو هو متعادل دائما بيستغل انه هو حتى لو معاه فاول من نص ملعب يلعبه بالشكل ده ويحط المنافس في الوضعية الدفاعية والنصيحة اللي دائما بنقول هلالي والزمالك في كل البطوات مع فيلها الشمال الأفراق كرات العرضية أرجوك بلاش فاولات كتير بالزبط أرجوك بلاش فاولات ودائما نادي الزمالك عانا منه قدام نهض البركان أي حد تفرج عن نهض البركان قبل نهض البركان عارف انهم رسمالهم عندهم لعبة مهارية بتاع بتاخد ضرب الجزاء ودي عملوها النقطة التانية بيعرفوا يسجلون من كرات السابتة وبرضو نادي الزمالك سهلهم المهمة على النادي الأهلي انه يمنع الكرات السابتة حوالي منطقة الجزاء مع ان في رد الترجي طبعا ما بتستناش ان الكرة السابتة يكون حوالي منطقة الجزاء او ان هتكون كورنر بيلعبوا الفاول من اي حتة فلازم النادي الأهلي يكون مركز ان اي فاول هيحصوا عليه الترجي فمنتصر في ملعب النادي الأهلي انه هتلعب بالشكل ده ولازم كل لعيب يبقى نازل الملعب هو عارف هيمسك مين بالزياد في كرة السابتة